أهلا بيكم كلنا بنمر بأوقات صعبة ولحظات بتخلينا نفكر بطريقة غلط وأوقات بنتمرد على الواقع بتاعنا زي كده الفنان الراحل محمود الجندي اللي مر بفترة من التمرد على الأمور الدينية وده كان قبل ما يرجع مرة تانية لطريق الإيمان تعالوا نشوف إيه القصة وإيه اللي حصل للفنان محمود الجندي اللي خلته يتمرد على الأمور الدينية بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك واتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشارات يلا بينا ندخل في التفاصيل صحي من النوم على حريقة فيتو وكمان كتب الإلحاد ولات قدام عينه محمود الجندي قضى سبع سنين في الخدمة العسكرية ضابط احتياط بدأهم سنة سبع وستين بعد التخرج وقتها كانت فترة عصيبة على مصر كلها خصوصا أن محدش كان عارف إلا هيحصل في الحرب حالة من اليأسي كانت مسيطرة على الكل لكن هو بالتحديد حكايته كانت مختلفة لأن أخوه استشت في حرب الاستنزاف بعد الحرب ما خلصت وضحديدا سنة 75 محمود خلص خدمته بس كان مسيطر عليه الشعور بالإحباط لأنه حس إنه ضيع وقت كبير كان ممكن يشتغل فيه أكتر على حلم وسبقوا ناس كتير من نفس دفعته ولكن ساعتها ما استسلمش وعافر عشان يحقق حلمه وبالفعل بدأ مشوار النجاح وخطوة خطوة بدأ يتعرف وينتشر بالشكل اللي كان بيتمنى وساعتها بدأت أفكاره تتغير ويتملكه الغروب وشعره إنه هو السبب الوحيد في نجاح نفسه لأنه بنى نفسه بنفسه من غير مساعدة حق وحس إنه محتاج يقرأ ويفهم أكتر عن الحياة ووقتها لقى كتب كتير بتدعم مجهة نظر وأفكاره الجديد وبدأ يتجه ناحية الإلحاد والتفكير فأصل الأشياء وربط الأشياء بالعلم ورفض أي تفسير يربط الإنسان أو العالم بالدين ساعتها كانت علاقته بالدين مجرد مظهر عشان بس محدش يعرف أفكاره الجديدة واللي تعتبر مختلفة وغريبة جدا عن المجتمع ولكنه ما كانش بيتعامل في حياته على أي أساس ديني لدرجة إنه كان متخيل إن الزكاة شيء مش مهم وإن الصلاة أهم وبالتالي كان من وقت للتاني بيصلي الجمع عشان ما حدش يغير فكرته عنه وكانت الصلاة بالنسبة له مظاهر مش أكتر مرت فترة طويلة عليه كان بيتعمق في أفكاره الجديدة أكتر وأكتر ويقترع بأفكاره الكتب المؤلفين اللي بيعتنقه نفس الفكر وما كانش بيفكر في التغيير لإنه كان شايف إنه أفكاره ممكن تكون غلط لحد ما حصلت حاجة كانت بداية الطريق لمحمود الجندي في يوم من الأيام سنة 2000 كان محمود مع صديقه مقرب مصطفى متولي وصهرانين كان عادة في المصر وبعد صهراء وكلام وهزار قام مصطفى متولي روح بيته ويا دوب وصل بيته تعب وتنقل على المستشفى وطف ساعتها محمود الجندي اتهز من جواه وحزن جدا بس برضو كان صوت اللي عنده جواه مسيطر عليه لحد ما حصلت أكبر صدمة في حياته في يوم محمود الجندي كان صهران زي أي يوم عادي وبعدها دخل ينام مفيش ساعة ولقاهم بيصحوه مخدود وبيقولوا البيت مليان دخان وبيولع جه ينزل من السل ما عرفش نط من الشباك للدور التحتين ولما دخل وشاف المنظر ملامح وشه تحجرت وجسمه تخش ودماغه وقفت عن التفكير لما لقى المكتبة بتاعته بتتحرق قدامه وأكتر جزء بيولع هي كتب الإلحاد اللي كان بيجمعها ويقراها ومؤمن بيها والناحية التانية تاريخه الفني وكل جوائزه وبسترات أفلامه والجرايض اللي كتبت عن نجاحه كل ده كان بتحرق قدام عين واللحظة دي كانت فصلة في حياته حس إنها رسالة من ربنا فبص للسامة وقال يا رب أي حاجة تحصل اللي لدي أنا راضي عنها وللأسف الحريق كبر أكتر وتوفي زوجته بيقول محمود الجندي إن شرارة لمعت في عقله موت مصطفى متولي وموت مراته وحريق الكتب وجوائزه كلها كانت إشارات إن الدنيا قصيرة وإن الحياة ما تستهلش وإن الموت ممكن يجي في ثانية واحدة وإن مفيش حاجة مستمرة سأل نفسه عملت إيه وهل أنا ماشي صح ولا غلط كل ده كان بالنسبة له لحظة تغير ونقطة رجوع عشان يقدر يراجع علاقته مع ربنا ولما انتهت فترة التمرد محمود الجندي سماها مراحقة فكرية وبعدها اتجه بكل قلبه وعقله تاني لطريق ربنا وصف محمود نفسه بإنه محزوز لإن ربنا حط في طريقه رسائل وناس تساعده ده خلاه يقدر يوصل اليقين بعد الشك محمود الجندي كان دايما كان محل محبة للناس وكمان كان هدف كبير للصحافة خصوصا إن حياته الشخصية كانت خاصة جدا مفيش أي حاجة فيها بتتصرب للصحافة وطبعا جوازه من الفنان عبلة كامل كان من أهم الأسرار اللي الكل كان عايز أعرفه خصوصا إن الجواز استمر سنتين بس لما سألوا الجندي ليه عبلة كامل قال لإن حستها من الفلاحين شبهنا وده خلاه يختارها وده بقى اللي خلاه يختارها هي بالذات ولكن للأسف عشان طبعته الريفية والأفكار الشرقية وشعوره إنها كانت أعلى منه في الفن والشهرة مقدرش يسيطر على نفسه وحس بالغير لإنه راجل البيت والمفروض يكون أعلى وحصل فعلا الإنفصال وهو بنفسه اللي قال إن الموضوع كان خارج عن إرادتهم هما الاتنين محمود الجندي استمر في عمله في الفن بعدها بس كان بيختار شغله بعناه علشان يكون مناسب للطريق اللي اختاره لحد ما توفى سنة 2019 وسب وراءه تاريخ كبير ورسالة ممكن تكون طوق نجال ناس كتير الله يرحم الفنان محمود الجندي لحد هنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك واشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشارات أسيبكم فراية اللي وأمنوا حفظوا والسلام عليكم باي باي